السلام عليكم اخوان اذا سنتلقى في لبختي زادزا والحالة التانية حركة تاتيم حركة تاتيم على مستوى وفقي بحتيكك نفترضو الشاب ان عدنا واحد المعلم متعامل من المنظم حركة تاتيم حركة في الجسم علي هذا المحور Y أقوم بلقى المحور X وتتحرك الاحيال يعود الجسم في تحرك على أحد سطح أفقي من طبق مع المحور X ومن السوق سنواجه المحور X من هنا حلقت الجسم يتحرك من يسر محور الابن حلقت هذا هو منحه الحركة إذا الجسم سيصدد هاك. اذا استاذ نفترض ان هالجسم هذا كتجر واحد القوة ديالجر اللي كيطبقه واحد الحبل. ونعطوه ان هالزاوية اللي كيكون هالحبل مع الخط الافقي. هي الزاوية عارفة. وغلن ناخد التمس ياتيم باش بحتيكك. اذا سؤال لوليالك في ملعه دا. هو اوجد ا اكس تسارع الحركة اللي يحور اكس. ثم حدد طبيعة الحركة. سؤال تاني يا شباب هو اوجد اغان شدة المركبة المنظمية. شدة المركبة المنظمية. خيب يا باش نجاوبوا حب على هاد لاباقتي هادي. رايضو مل وضعيت اللي يكون لدينا فى التمارين. خيب يا باش نجاوبوا على هاد لاباقتي هذي. كيف نخصي نعرف انا يا جه. اولو الحاجة قلنا لكم ماني كنسولكم على ا اكس. ا اكس هو الاسقاط ديال التسارع. اذا فين كالاقة التسارع في القانون التالي. يا طن ما نفكر. اخي انفو نعطوك ما نعطوك شكل. ومنعطوك تشيم معطا. منعطوك لا سرعة لا اكس لمنحنة دي السرعة لمنحنة دي الإكس نعطك غير الشكل ونقول لك حدد لي إكس بلا ما تفكر القانون الثاني لنيوطن هو اللي كي يعطك إكس يعني كتطبق القانون وكتسقط على المحور إذن أقصت أولا قلنا هاد القانون الثاني نيوطن ممكن نجيشوا كم طبقوا عندي خطوات سيحترمها إذن المجموعة المدروسة المجموعة المدروسة الجسم أس ها هو الجسم أس دي الخطوة الثانية جرد القيوة دونك أستاذ شنو هم القيوة اللي عندي قلنا أول قوة كنبدأ بها إنفوة كندير الجرد كنمتل يعني بعد غندير الإسقاط إذن أول قوة كنبدأ بها هي الوزن طلاقا لماذا؟ طلاقا من الجي مركز القصور قوة رأسية موجهة نحو الأسفل خائبين دونك أستاذ هذا هو الوزن دي الجسم مزيان بني كان كنمتل الوزن تنطر على رأسي وسأل بصوق شكورني قيس هذالجسم إذن لقيس هذالجسم كين عندنا السطح إذن مدام أن السطح قيل الجسم مخصي نشوف واش التماسية بحتيكك او لابد احتيكك. اذا هنه يخدامين في الحالة ديال التماسية بحتيكك. تخيبين علوغ شنو عنديل. مدم ان التماسية بحتيكك فالقوة R اللي كي طبق السطح فهي ما الى عكس منع الحركة. وانا ما تهمنيش تمتيل ليلتيها من التمتيل للمركبات ديالها. احنا كنعرفوا ان R فيها F وفيها R عان. علوغ مدم ان هذا هو المنحة ديال الحركة. فالمركبة المماسية F غتكون مماسية او عكس منح الحركة ها هي. اذا هده يا استاد هي F. والمركبة المنظمية غتكون منظمية يعني عامودية ودائما موجة نحو الاعلى. هده يا استاد هي R N. وبطعبية الحال اللي جمعنا هاد R N وهاد F غلقوا R اللي هي مجموع ديالهم. انا ما تهمنيش تمتيل ديال يا اخ. تخيبية. علوغ انا كيهمني تمتيل غير ديال هاد المركبات. لان من بعد انا بقى نخدم هاد المركبات من قاش نخدم على R. علوغ. من بعد نشكلني قيس هاد الجسم هاده. اذا نقلنا السطح قيس الجسم كيطبق عليه قوة R اللي كتساوي F زايد R N. واللي قيس الجسم هو هاد الحبل اذا الحبل كذلك كيطبق قوة. القوة اللي كيطبقها الحبل اما كنسميوها F اولا كنسميوها الدين. لما افردش عليها التمنين عندي له شوة. علوغ مثلا انا هادي نسميها F. القوة المطبقة من طرف الحبل. تخيبية. والله اريد عليكم هنا يرني مثل غلقة ديال القيوة. مثل الوزن. مثل F تأتي للحبل. ومثل A القوة اللي كيطبقها السطح. خيبية. حيث هاد F وهاد R راهو مغير الإحداثية ديال القوة وحدة اللي هي A. هايا شب. هايا. راحنا عافين في الدرس وشنا في الباختي اللي فاتوا أنا F. أنا R هي F زايد R N. دون كنتمني كاتمثل F و R N. راك انفت كاتمثل غا قوة وحدة. الرشحة عندي مقوة عندي ثلاثة. عندي F. عندي B. وعندي A. خيبية. إذن شنو ما أستطيع القيوة اللي عندي. إذن عدنا B. فوز الجسم. عدنا R. تأثير المستوى الأفقي. والله اريد عليكم مني نقول R. ما نفككاش نهائيا. نقول غير R. إذن سواء كانت تماثية بحتيكك أو لابد حتيكك. فالجرد نقول R تأثير السطح. ما نفكوها شقع. تفكيك كي يتم في القانون الثاني نيوضا. ثم عدنا F. القوة المطبقة من طرف الحبل. أو لا تأثير الحبل. القوة المطبقة من طرف الحبل. كينا شو حد الصيغة خصنا نحتارموها. كل واحد وكيفش كي يختم. على لغة أستاذ فين خصنا نطبق هذا. شو نخصنا ندير في المرحلة الثانية. هو نطبق قانون. ما نجيش نطبق قانون في أي بلاسة. نطبق قانون في معلم متعامد ومنظام نعتبره غاليليا. وباش يكون غالي يخص يكون مرتبط بالأرض لأن الأرض تابتة. الآن في معلم مرتبط بالأرض. مرتبط بالأرض. نعتبره غاليليا. نطبق القانون الثاني لنيوطن. ما تقول يا شباب. مجموعة دي القوى الخارجية المطبقة على الجسم. تساوى أم أج. تخيب يا احنا وصلنا إلى أج. إن الهدف دينا هو القاعة أكس. وهنا شنو وصلت الأج. وشن هي أكس؟ ما هي إلا الإسقاط دي الأج على المحور إكس. تخيب يا. شنو مؤثر لفقس اللي عندي. عندي باي. بلوس أغ. بلوس أف. كتساوى لنا أم. أج. مزين. أروا. دابا الشباب. عندنا الحتيكاكات. فش يكونوا عندنا الحتيكاكات. هاد أرها دي ما سنخليها شبح الموقع. نقوم بتفكيكها. نقوم باش بتفكيكها. نفكيك. القوى أر. بحيث نحن عارفين أن هاد أر. هي أف. زائد أغان. مزين الشباب. إذن هاد الكومنترات أنت مديروش. أنا يكسبت لك. إذن فيما يكونوا عندي الحتيكاكات. كان في كل قوى أر. كان رجعها تساوي. أف زائد أر. إذن من أغندي الإسقاطات. أنا ما كنسقطش أر. كنسقط. المركبات ديالها. عادي لش ما كنسقطش أر. لأن أر. قوى مائلة. أف وقية الإسقاط ديالها سهل. وآغان عمودية الإسقاط ديالها سهل. لأنه ليس القوى التي يكون فيها المشكلة. لك أنت مائلة. كيف يكون فيها الكوسينيس أو السينيس. وآستاذ بولي. كان نسقط قوى أر. قوى أر مائلة. لنعرفون شو داب الكوسينيس أو السينيس. المشكلة لديك هو ما عندكش زاوية المائلان ديال أر. لأن الكوسينيس والسينيس ديال من ديال واحد الزاوية. ألغى هنا يوم ما عندكش زاوية المائلان. لأنه ليس لأر كنت تخلص منها بتعويضها بش بأف زائد أخان. ألغى أستاذ. كيف يقول لها الشيء؟ ب. زائد أف. زائد أخان. لنعرفين. إذا نحن شنو باغين. باغين. معلية إلا نسقط كوشي على المحور. ألغى نسقط. العلاقة. المتجهية. على المحور. ألغى نحيد المتجهات لأنها دور ديال اسقط. وندير المنظم. ندير لنديس. ب. 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 لغة. ب. ب. أ. لغة. ب. 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 سوف نقوم بمحور X. إذا لا سقطنا هذا F الشابب. قلنا لكم كنا واحدة تقنية دي الإسقاط القوة المائلة. إذا لا سقطنا هذه القوة F. هذه القوة F لدينا لها الإسقاط. شدناها هنا وسقطناها. هيا. هيا Fx. إذا غالقوا هاد Fx هذه. هذه. غادا مع المحور X. ولش غالدير أسد الكوسينيوس لأن F كتدير زاوية ألفا مع المحور X. في مكان زاوية ألفا مديرت ما كتكون الكوسينيوس. على أخ. Fx ما غالتكون هي F كوسينيوس ألفا. دونك اللي عنده مشاكل في الإسقاط يشوف اللي كنا دجا خدمناهم. رصحنا بفهم مزيان كيفاش نسقط القوة المائلة وضبطناها في جميل حالات ديالها. كتسوي شنو أسد. كتسوي M AX. وإحنا المجهول ديالي شكونا هو هو AX. إذا. كتسوي أسد AX. إذا. كتسوي أسد. كتسوي أسد. كتسوي أسد شي كامل نقصهم على M. إذا. F. كوسينيوس ألفا. مواقف. شو غام. خابية. إذا أسد كاللاحظ أن هذه عنده واحد تعبير كيفاش ديرتها تابت. خابية. إذا كيفاش دير الحركة؟ نفترض أن الشباب هاد شي هذا كي خلف صفر. إذا نفترض أن هاد الفرق هادا كي خلف صفر. ونقبلوا أن هاد AX عادت تابت. إذا كيفاش ديرت طبيعة ديالحركة؟ فراها مستقيمة متغيرة بانتظام. خابية مستقيمة متغيرة بانتظام. ولكن خسنا نديروا التعليل. ولكن خسنا نقوله كتعليل. بما أن المصار مستقيمة والتصارع تابت. فالحركة ملا أستد مستقيمة متغيرة بانتظام. خائبة الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام. إذا ان فلقوا التعبير أو القيمة العددية ديالAX فرا نستطيع طبيعة الحركة. نزيد. إذا كان هادا هو السؤال الأول. السؤال الثاني شابيب أوجد أغن. إنت اللي ردي أعلك بخيرتك تضبط معي حاجة واحدة ما تقاش نضع شرفيها. القانون الثاني نيوطن كنجوده منه جو ديال الحويش. وعبها دي وعبها وعبها. كنجوده منه شدة قوة وكنجوده منه تصارع. وكنجوده منه كذلك واحد الحاجة الثالثة كنتسمى معامل لحتيكك. خائبة. إذا هادا هو ما شمت يعطيني القانون الثاني نيوطن. عندك شدة قوة وعندك تصارع وعندك معامل لحتيكك. نحن نضعهم كاملين. نحن نسؤاله لنا ما نجبنا منه. تصارع. نحن نسؤال لك على أوجد أغن. أغن عبارة عن شدة قوة. لا تفكرش. غبشي أوطوماتيك متطبق القانون الثاني نيوطن. إذا ثانيا لنحدد أغن. إذا أغن عبارة عن شدة قوة. فينا أستاذ غالقها الشدة دي القوة في القانون الثاني نيوطن. ما نقول الأستاذ انطلاقا مما سابقه حي ما نعاودش نديل خطوات حيث القانون الثاني نيوطن مطلش تعاود ديره لا تضافت شي قوة جديدة أو لا تنقصت شي قوة. أولا بدلت الجزء دي المصار اللي راك خدام عليه. ثلاثة دي الحالات كان عاودوا ندلو فيهم القانون الثاني نيوطن من جديد. دباط معي. إما غضف شي قوة جديدة أو لا تنقصت شي قوة. أولا بدلت الجزء دي المصار اللي راك خدام فيه. على الغدابة ما كانت تشي اختلاف. أرني خدام في المين بارتي عندي المين فخص. ما كانت تشي احدى الضفت ما كانت تشي احدى مقصات. إذا انطلاقا مما سابق. ما هو قصة انطلاقا مما سابق؟ يعني العلاقات هي القانون الثانية اللي فيقع المتجهات هاي. الشي هذي قدام؟ كتقول لك اي متجهة ونقدر نجبل لها الشي الدديا لهنا هاي. انطلاقا مما سابق. اذا عدنا سي دي بي. بلوس اف. بلوس اغ ان. بلوس اغ ان. بلوس اغ ان. كتساولينا ام. اج. حابية. اذا دب هنال حط السيلة. شنو انا بغي استاذ من هاد العلاقة المتجهية. بغي منها اغ ان. غير لك اتلاحظ هنا اغ ان فيها متجهة. وانا بغي شدة. وشنه هي الحاجة اللي كتخلصنا اللي كتهنينا من المتجهة هي الاسقعات. من السؤال اللي كنت اطرح لك وش سيke صغت على عاللي خط بال بغي. كت our point in there i 1. سهلا. انا انسقط على المدى التي ستغط على عاللي خطان. تسقط على عاللي خطان. هذه ستغط على عاللي خطان انت فيها المنسقط. المرادو تحديدها. او لا نسقط على المحور اللي غادة معها المتجهة ديانا متوازية معها. صوف المنحة صوف المنحة المعاكس. الوغ نسقط على المحور ويغراج. الوغ كل شي غنحيد له لزن ديس. كل شي غنحيده لفكتور بيغراج بلوس اف ايغراج بلوس اغان ايغراج زائد اف ايغراج كتساوي ام ايغراج. وان الله يرضي عليكم الشباب تنقشناه في واحد القادية وهن واضبطناها مزيان. قلنا لكم ان التسارع دائما مقدار كيمشي مع الحركة. يعني كيكون دائما متوازي مع المحور ايكس اللي كتم مني الحركة. هدي مسلامة. دائما في الحركة المستقيمية تكون غادي مع المحور ايكس. بمعنى دائما اسقطوا على ايغراج حالي يكون قيساوي زارو. لان اي متجي عمودية لشي محور اسقطوا من عادة. اذا انسان مدقوش نديروا هادش هذا دائما اج على ايكس ري ااء اكس. و اج على ايغراج كتساوي زارو. ايغراج كتساوي زارو. ديمة في الحركة المستقيمية. اذا هنا ايغراج كتساوي زارو. لان اج دائما غادة مع من غادة مع ايكس. اذا دابن سقط بي. عدنا سيدة بي عدنا بي متوازية مع المحور ايجريك هاية ولكن منحيا متعاكسا اذا ناقص بي اللي هي ناقص ان في الجي عبية عدنا سيدة اف هاية اف مركبة الممسية لسقطنا على ايجريك خدج عامودية اذا اسقطها منعادل زائد زارو عدنا سيدة اغان اغان لسقطناها على ايجريك اذا متوازيه في نفس الملحة اذا زائد اغان زائد زائد دو ندوجو ال اف ايجريك اف فرض لها البال لانها عبر عن قوة مائلة ممتعامدة ممتوازية سهلا اذا مدم هاد اف هادي قوة مائلة احنا اصقطنا على ايكس شحل اعطيتنا الكوسينوس اذا لا اصقاط بي يا للا ايجريك شنها يعطينا السينوس سهلا لا لا اصقاط على ايجريك سعطي الكوس لا اصقاط على ايجريك سينتاج 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 اذا اذا لاحظوا ان لا سقطناها على Y يغلقوها غادة مع المنحة Y لا تلاحظ ماذا فهذا لا سقطنا على Y كل الذين لديهم مشاكل في الإسقطة هنا هذا Y يجبوه كامل هنا يجبوه كامل هنا لا يوجد حق يقول لك شيئا انت تفقد يمكن تشدد القوة هذه تسقط عمودية هذه هي F لما كانتش خبارك هذه هي F اذا لك تلاحظ F إذا زائد F سينوس سينوس الفا كتساوي دائما دائما في الحركة المستقيمية نحن نقلب وقال لي كسؤال ثالث حدد كمعامل الاحتكاك كمعامل الاحتكاك شنو احنا كنعرفو على عاد كمعامل الاحتكاك كنعرفو عليك سيدرا هو الطنجون ديال في هاتش راش رحتو في الاجزاء اللي فاتو خابيا كنعرفو عليك هو الطنجون ديال في اللي هو اف على اغان خابيا اذا انا استادك هو الطنجون ديال في اللي هو اف على اغان اذا رحنا باش نلقاو التعبير ديالك اللي هو الطنجون ديال في يكفي للقوة التعبير ديالF과 Birtex لك أتلاحظ التعبير ديالعين عندي و هناك تعلم وحد الحاجة هاد F يلقها في اسقاط القانون الثاني على المحور X يلقها بالاسقاط على المحور X وهاد أغعين سهلة، يلقها بالاسقاط على المحور Y لك أتلاحظه إحنا سقطنا على Y يلقينا أغعين والاسقط على ايكس اللي ارجعتي لها دكش اللي حددنا ديجا انت فلسقطنا على ايكس هاي شوف هذه المعادلة هذه رفيها اف دوك اجينج بدو انو يكون اف من هنا ايه اذا طلقا مما سابق طلقا مما سابق شنو كتساوي لنا سيدي اف افا سيدي من هنا انتوما غنديو هادي اللي هي ام ا ايكس غتجل هنا غتجولي ساليبا شنو كتساوي لنا اف